النهاردة هنتكلم عن ملخص احداث الحلقة الاخيرة من مساسة للكون في كفا الاحداث النهاردة قوية جدا والنهاية سعيدة الحلقة بتبدأ ببكاء شمور بعد معرفتها ان عيسى مات بيقدرها الخبر وبتعيط بتبقى مش مصدقة بتسألهم الكلام ده بجد ولا لأ وكانت منهارة فضلت بس تعيط وطبعا اخوها حسين سامع كل حاجة ومتأسر جدا بزعل حدا منلاقي سمر بتروح تتكلم مع نور بتقول لها انا كنت عايزة اجي افطفط معاك شوية عزيز بيعرف صحبتي قارت لها خلاص ما تسيبيش عزيزي ليها خدي انتي شدي ناحيتك اوعي تسيبي جوزك لحد وطالما هي اخدته منك خليكي اسكى وخدي منها حل بتتكلم مع جوزة يا حسين وبتقوله يروح يرتاح شوية لكن بتتدخل معه وبتقول لها انا قاعدة معاه تعال يا حبيبي بنا اروح حل ما ردتش عليها ادي اتوردت لها انتي بشافة انا بتكلم معاك طبعا حور بتعاملها بمنتعة تجاهل وكانوا حيتخنقوا حسين بيقولوا احنا في مستشفى بتطلوا لعب العيال ده حسين بيرروح للدكتور اللي بيقوله انه شمور حامل وطبعا بيتصدم من خبر ده بينما منلاقي لولوة بتتكلم معه عزيز وبتقوله على موضوع ان البيت مفروض خلاص هياخدوه منهم لان ابو شمور كان عليه فلوس كتير وكان واخد اختلاص كبير جدا من الشركات وما دفعش فلوس دي وكده هنطرد برا بس طبعا بيقوله احنا مش ممكن نقول لشمور على خبر زي ده علشان طبعا نفسية هتعبقنا وبتيجي مها ودلوا بطولها الحق احنا كلنا كده هنطرد من البيت بسبب ان ابو شمور ما صددش فلوس كتير عليه شمور في المستشفى حور معاها وكمان امها مومتها بتحول تأكلها حاجة لكنها مش بترضى ابدا وبيلاقي حسين لما بيعرف الخبر ان خلاص البيت حيروح منهم بيتدايق طبعا بينما هنا منلاقي معها بتتكلم كده وبتقول طول عمرك حسن انت في كفة والكون في كفة يا شمور كل حاجة اتخذت منك اللي بتحيتاخد منك وكمان جوزك مات وسابك منلاقي بعد كده بتدخل للوة بتتكلم معاها بتقول لنا ايه انا جدا ايه اللي هيحصل علينا قالت له والله انا مش عارف اي حاجة انا فعلا مش عارف ايه اللي ممكن يحصل يعقوب بيشيل الشاش من على عينيه ومرة واحدة بيلاقي نفسه بالشايف بيتصدم وبيفضل يزعى على الولوة وينادي عليها بتقول له اللي خلك بس تشيل الشاش طيب استنى حلبس ونروح على طول الدكتور ونشوف الحالة دي بينما عزيز بيتكلم مع شزا بيقول لنا في فيلم كويس قالت طبع زبني عليه شوية بقول لها جبتي الفلوس قالت ايوة ادت له الظرف مليام فلوس بس اشترطت عليه بعد ما اخد الظرف منها يعني ان هو يطلق صمر قال لها طبعا اكيد بيتصر بصمر بقولها تعالي دلوقتي صمر بتيجي وبتوعد وبتشرب عصير وكانت في منتهى البرود وطبعا بتقول له طلقها قال ماشي حاضر هطلقها وبص في شزا وقال لها انت طالق وطبعا كان صدمة قوية جدا وبيتضح نظم صمر وعزيز على شزا اخد الفلوس منها ويزقوها ويمشيو بينما يعقوب في المستشفى ملك بتحكي بتقول ان امها مش ملحقاها منين ولا منين من ابنها اللي مرمي في المستشفى ولانها تجابلها ولانها تجابل ابوها يعقوب اللي موجود في المستشفى ورابط عينيه ومستني نتيجة العملية حور قعده وبتيجي ما تتكلم معها ولسه بتقول لها بقولك يا حور قالت لها ما تقولش حاجة انا مش عايزة اسمع منك حاجة اصلا انا عارفة ان جوزي تجاوزك بس عشان خطر عندك فلوس مش اكتر جوزي مش بيحبك وانا لو منك فعلا وقلقيت جوزي كده مش قابلني انا موجودش قعدت معاه لحظة واحدة وعلى فكرة كمان انا عارفة موضوع الحمل والنجيخ اصلا وقالك لازم تجهضيه لكنك رفضتي وانا عارفة قولي الحاجات دي فما تفكريش ان انت ممكن تيجي تغذيني ان انت يعني الزوجة التانية وكلام من ده لان انت اصلا مش في بالي وطبعا مهلا ما بتسمع كده بتقوم وبتسبح عزيز بيحاولي صالح سمر بيقوله خلاص ما تسعرش مني انا مقدرش تستغنى عنك قالت لانا ممكن استغنى عنك لو عملت اي حاجة غلط لكن بيقولها انت بتقدرش يستغني عني وبيعتزل لها وبيحاول ان هو يعني يخليها تبقى كويسة معه وتهدى شوية بينما شمور بتخرج من المستشفى وهي طبعا مش بتتكلم ابدا بعد صدمة موت عيسى جزها ومن لاقي مها بتلمي شانطتها وعازها تمشي ولما عادل بيقولها رايحة فين قالت انت محبتنيش انا كنت بفرض نفسي عليك انا حبيتك جدا عما تم بيتي مفتوح لو حبيته تيجي تعودي معايا فيه لكن انا لازم اسيب البيت ده حالا وامشيتها بتحب بحور وانا عارفة كده ومتأكدة ومحبتنيش فيه من الايام كنت مخصوبة عليك بس انا حبيتك وكفاية جدا ان فيه جزء منك جوابطني وبتعتذر له وبتمشي نوري اللي كانت مستنية لعدة تخلص علشان تعيش حياتها للأسف قاعدة برضو في مكانها ومش بتتحرك وعندها حالة اكتئب بعد مدفعت اما منلاقي عادت بيتكلم مع حور وبتسأله شوفت مها قالت انه هو مش بتكلم معها بقاله كتير قالت له لازم تتكلم معاها دي برضو حامل منك وبرضو مراتك ولازم تسأل عنها بينما شمور بتبقى منهارة في حضن امها وبتقولها انا مش عارفة اعمل ايه والدنيا قاست عليك جامد قالت لها ما تزعليش واما حاجة حالتك النفسية وبتحول تهديها شمور قالت لها ان هي حدثت على الفلوس اللي على ابوها علشان خاطر يعني البيت مايروحش منها اما بعد كده فبنشوف شمور بتتفاجئ بوجود فلة وجاسم وبتيجي علشان تطالب ببيتها وطبعا بتقولها انت محتاجة حاجة انا خلاص دفعت الديون اللي على ابويا والبيت بقى بتاعنا وكمان انا حطيت لك فلوس وبحطي لك دايما فلوس في حسابك انت مش نقصك حاجة قالت لها لا انا رئيسني عيلة ما عنديش عيلة قالت لها واحنا احنا روحنا فين انا اختك وبحبك جدا وانت لازم تعيش معنا هنا وسط العيلة وبتاخدها في حضنها والكل بيبقى سعيد عزيزي وصمر قدروا بالفلوس اللي اخدوها من شزا ان هم يفتحوا المطعم اللي بيحلموا بي وقعدين بيتصوروا بينامى ملاقي فلة بدأت ان هي تعيش مع العيلة والكل مبسوط وسعيد وكمان شمورت غيرت خالص ما بقت شمور بتاعت زمان بقت كويسة ومن غير اي اخناء ولا زعي وبقت هادية جدا يعقوب بعد ما بيشير الشاش بيلاقيه قدامه امراته وبنته بالشكل ده وبيفرحه جدا ان هو كويس وان هو بدأ يشوف زي الاول وبيبوس ايد بنته وبيحمد ربنا مهة بتحس ان هي خلاص حتولد بتتصل بعادل وبتقوله تعالى بسرعة وعدين المستشفى كانت جنبه حور سمعت كل حاجة قارت له ان هي حتيجي معاه وحتقف معه كمان لان مهة برضو امراته بحور طيبة جدا بينما برضو في نفس الوقت من لاقي نور جالها برضو الطلق وعايزة تولد دلوقتي حالا سمر بتسنتها وبيروحها على المستشفى كلهم يعقوب بعد ما طلع من المستشفى قال لمراته ان هو حيوديها لندن هي وبنتها ويه زي ما وعدها وكانت فرحانة وسعيدة بينما مهة ونور بيروحها على المستشفى علشان قطر يولده شمور بتقول لامها ان هي قررت انها تحجي الشليه ويروح يقضيهم هناك كلهم يعني قالت لها خير ما تفعلي علشان نغير جو وبيجي لها اتصال من اخوها حسين بيقول لها ان مهة ونور ولده فبتفرح لهم بينما منلاقي ملك بتتكلم مع فلة وبتقول لها ان هي فرحانة جدا بلمة العيلة فلة قالت لها انت مكنتش طيقة الاول وكنت بتقولي لازم نكون في بيت لوحدنا انت وباباك ومامتك يعني قالت لا لا ده كان زمان دلوقتي انا حبيت لمة العيلة جدا ويا رب دايما نبقى ملمومين كده ويلا بنا روح نقعد معاه الكل قاعد في الشليه وطبعا بعد كام شهر كانت شمور بطنها كبرت وبتسألها ام عيسى هتولد امتي قالت لها يعني قريب ويعقوب بيقول ان هو مراته رايحي للندن وشمور بتخزن معهم بتقولهم طبعا من فلوسي بترد مها انها عايزة تروح لندن يا كمان بيقول لها عسين ان هو مش معه فلوس بعد كده بتقول لها شمور انا حديكوا فلوس وتروحوا تستقنسوا زي ما انتوا عايزين شمور بيجي لها الام وطبعا المفروض دلوقتي انها تروح تولد حالا ويه الكل قاعد بيتصور جنب بنت نور وحور بتصورهم والكل سعيد ومبسوط لكن شمور خلاص هتولد فلت تسرخ والكل تلم عليها وراحت على المستشفى حايدا علشان تولد وبتخلص الحلقة على كده ونهاية سعيدة وجميلة لمسلسل الكون في كفة وده كم نلاحظ لاحداث الحلقة الاخيرة من مسلسل الكون في كفة ويراب يكون عجبكم احبكم وايد اشوفكم على خير باي باي